مقتل ستة في تفجير دورية للانتقالي في أبيان والحراك يحيل فادي بعوم للتحقيق بعد ذهابه منفرد للحوار مع الميليشي المدعومة إماراتيا لجنة دمج التشكيلات العسكرية تسلم تقريرها نهائي لرئيس مجلس القيادة والعراضة يؤكد التزام المجلس باستعادة الدولة وأيضا في التاسع تسجيل نحو ألفي إصابة بحم الظنك في مدينة تعز خلال شهر ونصف طيب الله أوقاتكم مشاهدي الكريم أخبار التاسعة من يمن شباب أهلا بكم إذن البداية من محافظة أبيان حيث قتل ستة جنود على الأقل بانفجار عبوة ناسفة استدفت دورية تتبع المجلس الانتقالي شرق مدرية مودية وياتي الاستهداف بالتوازي مع حملة عسكرية بدأتها ميليشي الانتقالي لمكافحة التنظيمات الإرهابية في محافظة أبيان يشار إلى أن هذه العملية سبقتها عملية استهداف قبل أيام في مدرية أحور وراح ضحيتها أكثر من ثلاثين جنديان وفي وقت سابق من اليوم الاثنين ذلعت الشباكات بين قوات مشتركة من الأمن العام والحزام الأمني من جهة ومسلحين مجهولين يعتقد انتماؤهم القاعدة من جهة أخرى وذلك في ضواحي مدرية مودية عقب ساعات من وصول قوات أمنية إلى مركز المدرية الواقعة شرقية أبيان وفي شبوى وثق راسدون محليون تصاعدا في جرائم القتل في ظل سيطرة ميليشي الانتقالي المدعومة إماراتيا وقيادة المحافظة عوض الوزير وسجل الراسدون ثلاث حوادث قتل ليوم أمس الأحد في مناطق متفرقة في المحافظة وسط انفلات أمني غير مسبوق وعثر الأهالي في مدرية ميفعة جنوب المحافظة على جثة مكتوفة الأيدي تم قتلها بعدة طلقات ورميها في منطقة الملبوجة بالقرب من مركز المدرية لم تعرف بعد دوافع القتل ولاحقا شهدت مدرية صعيد حادثة المماثلة أقدم فيها شاب على قتل والده في ظروف غامضة في قرية يشبم وذلك تلك الحوادث وسبق تلك الحوادث مقتل محسن ناصر خميس أحد حراسة منزل محافظ شبوى على يد زميله داخل منزل المحافظ من الوزير فيما قالت مصادر محليا حوادث القتل في شبوى زادت بشكل هستيري خلال أسباع الماضية وذلك عقب سيطرة بيليشيا الانتقالي على المحافظة إثر حمة عسكرية قادتها ضد القوات الحكومية بتواطئ من قبل المحافظة عاد المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا وأطلق عملية عسكرية جديدة في محافظة شبوى بالذريعة مكافحة الإرهاب لكنها في حقيقتها حرب ضد قبائل شبوى التي يرى فيها عقبة أمام مشروع التقسيم بعد أن قادت حملة عسكرية في شهر أغسطس الماضي ضد القوات الحكومية عملية عسكرية جديدة للمجلس الانتقالي الإماراتي في شبوى هذه المرة اختار الانتقالي عنوانا جديدا لها وهو مكافحة الإرهاب الإرهاب ذاته الذي يمارس الانتقالي ويرمي به الآخرين كتهمة أو شماعة لتحقيق أهداف عسكرية بيان صادر عن قوات دفاع شبوى وهي تشكيلات عسكرية تسبع الانتقالي وتديرها الإمارات قال إن حملة عسكرية بدعم من التحالف انطلقت السبت لتطهير محافظة شبوى مما أسماها بالتنظيمات الإرهابية لم تكن التنظيمات الإرهابية حاضرة في شبوى قبل أن يقدم الانتقالي إليها بميليشياته ومسلحيه لكنها حضرت معه تماما كما هو حال الفوضى التي أصبحت تعم محافظة شبوى التي كانت تعيش حالة استقرار أمني غير مسبوق قبل عهد المحافظ عوض الوزير وحملات الانتقالية بحسب مراقبين فإن الحملة التي أطلقها الانتقالي تحت يافطة محاربة الإرهاب هدفها اجتثات الخصوم ومحاربة قبائل شبوى التي لا تدين بالولاء للتشكيل المسلح وللإمارات بعد أن استنفذ كل الذرائع منذ اقتحامه للمحافظة يحدد الانتقالي ومن خلفه الإمارات أهدافه من التكتلات السياسية والأحزاب والقبائل ثم يصفهم بالإرهاب يطلق الحملات العسكرية ويتصرف كقوة حاكمة دون أن يحرك المجلس الرئاسي ساكنا المجلس بات مجرد ديكور وغطاء لحاملات الانتقالي كما يقول الواقع وفي عدن أصيب جندي في شباكات بين الفصيلين لميليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا شرقي المدينة مصدر المحلي قال إن أفرادا من قوات الطوارئ أقدمت أمس الأحد على اقتحام ومهاجمة إدارة شرطة مدرية خورمكسر قبل أن تنشب اشتباكات بين الجانبين وفق المصدر فإن تشكيل قوات الطوارئ هاجموا مركز الشرطة بهدف تحرير سجين محتجز في المركز ما أدى إلى الدلاع اشتباكات مع أفراد الحراسة وأسفر هذا الاشتباك عن إصابة عنصر من الأفراد المهاجمين بجروح البليغة وسط فوضى أمنية تشهدها العاصمة المؤقتة التي تتحكم بها ميليشيا الانتقالية قال الحراك الثوري المدعو فادي بعوم ذهب منفرد للحوار مع الانتقالي المدعوم إماراتيا ودون التشاور مع المكتب السياسي والهيئة المركزية للحراك وأضاف مدرم أبو سراج رئيس المجلس السياسي للحراك الثوري أن هذا التحرك من قبل فادي بعوم جاء بهدف تحقيق مصالح وأهداف شخصية ليس لها علاقة بالحوار الجنوبي هذا وكان الحراك قد عقد المؤتمر الاستثنائي في مدينة الغيظة في محافظة المهرة بعد تعذر عقده في عدن وأعاد أبو سراج ذلك للانفلات الأمني وانتشار فرق الموت والاعتقالات في المدينة الواقعة تحت سيطرة المجلس الانتقالي وأكد مجلس الحراك الثوري استمرار تجميد عضوية المنتح لصفة رئيس المكتب السياسي لمجلس الحراك الثوري فادي بعوم وإحالته للتحقيق واتخاذ الجزاء الرادع بحقه من قبل لجنة التأديمية في المجلس الظروف الاستثنائية بالنسبة للمجلس الحراك الثوري خروج رئيس المجلس ودهابه إلى الحوار منفردا دون العدل للأطر السياسية كالمكتب السياسي وهيئته المركزية ودهابه وارتمائه في أحضان المجلس الانتقالي نتيجة منافع شخصية ولذلك اتخذ المكتب السياسي قرار بتقميده في 29.06.2021 المؤتمر يوصل رسائل عديدة رسائل الأول رسالة بأن أي حوار إن لم يكن مع الأطر التنظيمية وهيئاته في المجلس لا يعبر عن اسم المجلس بل يعبر عن أفراد الذين ذهبوا إلى ذلك الحوار انتهت لجنة الأمنية والعسكرية المكلفة بإعادة دمج التشكيلات العسكرية الأمنية من إعداد تقريرها النهائي وذلك بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على تشكيلها وسلمت اللجنة التي يرأسها وزير الدفاع الأسبق هيثم قاسم طاهر سلمت تقريرا نهائيا إلى رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي حول مستجدات عمل اللجنة وخطتها ومهامها المستقبلية في إعداد واعتماد التصورات والسياسات المناسبة لتحقيق الأمن والاستقرار وضمان تكامل القوات المسلحة والأمن وفق مصادر رسمية هذا والتقى الرئيس العليمي في مقر إقامته في الرياض بوزير الدفاع الفريق محسن الداعري وأعضاء اللجنة الأمنية والعسكرية وفي الثلاثين من المايو الماضي أقرى مجلس القيادة الرئاسي تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن بموجب المادة رقم خمسة لإعلان نقل السلطة في البلاد قال عضو المجلس الرئاسي اللواء السلطان العرادة إنه لا يمكن أن تظل بعض المحافظات تحت حكم الميليشيا حتى تقوم بهدم كافة القيم اليمنية والجمهورية والأهداف والمبادئ السامية لثورة السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر المجيدتين وأضاف خلال اجتماع حكومي أنه تم القبول بالهدنة من أجل التخفيف من أعباء اليمنيين ومعاناتهم الإنسانية رغم إدراك الجميع أن ميليشيا الحوثي لا تؤمن بالسلام وتلعب بقضايا السلام والوضع الإنساني لابتزاز وخداع المجتمع الدولي حديث العرادة جاء خلال ترأسه لقاء موسع ضم رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق روكن الصغير بن عزيز ومحافظي ووكلاء تسع محافظات ونواب ووكلاء خمس وزارات خدمية وعدد من القيادات العسكرية لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالمستجدات على الساحة الوطنية في ظل استمرار ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران خروقاتها للهضنة الإنسانية وأعمالها العسكرية المتواصلة هذا وشدد عضو المجلس الرئاسي على تطوير والتحديث لمنظومة العسكرية واستمرار التدريب والتأهيل وبناء قدرات منتسبيها في مختلف التخصصات العسكرية واستكمال الاحتياجات لهذه المؤسسة التي قال إنها تمثل درع الجمهورية وصمام أمان البلد وفي موضوع آخر قال عضو مجلس الرئاسة سلطان العرادة إن مجلس القيادة الرئاسي يسعى لترتيب الأهداف التي رسمها والملفات ذات الأولوية وبدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية وأشار اللواء العرادة أن التحالف أكد التزامه المطلق في استمار كافة أنواع الدعم لاستعادة الدولة اليمنية المخطوفة من قبل ميليشيا الحوثي التابعة لإيران هذا وحذر المسؤولون المشاركون في اللقاء من خطر أعمال التطيف التي تقوم بها ميليشيا الحوثي في مناطق سترتها والأجيال وشحن عقولهم بالكراهية والموت وشدد المجتمعون على استمار المحافظين والوكلاء والقيادات العسكرية والأمنية والاجتماعية بالتواصل معهم ومع الشخصيات المجتمعية والشيوخ القبائل الذين ما زالوا في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيا للتنسيق معهم من أجل رفع وعي المواطنين بالحفاظ على أبنائهم وعدم الزج بهم في صفوف هذه الميليشيا إلى محارق الموت وأكد اللقاء على أهمية التحضير الجيد للاحتفال بعيد الثورة اليمنية وفي مقدمتها ثورة السادسة والعشرين من سبتمبر المجيدة ونشر أهدافها السامية ومبادئها العظيمة بين الأجيال وتجد العهد للمضي على أثر الثور الأوائل لاستكمال تحقيق أهدافها والحفاظ على مكتسباتها المشاركون في اللقاء قالوا أن نسخة الإماميين الجدد المتمثلة في ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن خلال سلوكهم وأعمالها خلال السنوات الماضية عززت لدى الشعب اليمني عظم الثورة السادسة والعشرين من سبتمبر وتضحيات الرعيل الأول من الثور في موضوع آخر دعا المتحدث باسم محوري تعز العسكري العقيد عبد البسط البحر دعا المنظمات الحقوقية إلى التحقيق في وقاعة اختطاف ميليشيا الحوثي الإرهابية لما يقارب من أربعمائة طفل في معسكر شرق تعز وقال البحر أن الميليشيا تحتجز ما يقارب من أربعمائة طفل في معسكر في مدينة الصالح شرق تعز بعضهم من خارج المحافظة وأضاف في بيان على تويتر أن الميليشيا تستعد لنقل الأطفال المحتجزين إلى جبهة القتال ومعسكر لها في محافظة ذمار وشدد المتحدث العسكري على ضرورة قيام المنظمات بالتحقيق في الحادثة وحماية الطفولة المنتهكة وإنقاذ الأطفال المحتجزين قال المبعوث الأمريكي لليمان تيموثي لذر كينغ قضية تعز ملف إنساني داعيا ميليشيا الحوثي الإرهابية إلى رفع الحصار عن المدينة وتخفيف الضغط على السكان هناك وأشار لذر كينغ في تصريح لقناة الجزيرة إلى أن الميليشيا شنت هجمات في مدينة تعز وما حولها في الأسابيع القليلة الماضية ما أدى إلى مقتل مدنيين وجنود من الجيش الحكومي كما طلب المبعوث الأمريكي ميليشيا الحوثي بإظهار الالتزام بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها وقال إن الحكومة اليمنية وفقت علنا على العمل بشأنها ونريد أن يقدم الحوثيون الالتزام نفسه ومنذ أسبوعين صعدت ميليشيا الحوثي من عدوانها على التجمعات السكنية وهجماتها على مواقع الجيش الوطني في انتهاك صارخ للهضة الأممية دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكنا لإيقاف هذا التصعيد وفي تصريح ممثل صحيفة الشرق الأوسط السعودية قال المبعوث الأمريكي أن ميليشيا الحوثي ارتكبت خروقات كبيرة خلال الأسابيع الماضية وفي أواخر يوليو في مستهل أغسطس وحول تعز أكبر مدينة وحول تعز أكبر مدينة في اليمن التي تعيش تحت حصار يفرضه الحوثيون وأكد المبعوث الأمريكي أن تلك الخروقات تناقض شروط الهدنة داعيا الميليشيا إلى التحلي بالمرونة وتقديم تنازلات ويوم أمس دعت الحكومة اليمنية إلى ممارسة أقصى درجات الضغط والتحرك مع المجتمع الدولي لضمان التزام الحوثيين بوقف إطلاق النار ومنع خروقاتها العسكرية المستمرة للهدنة هذا وقال وزير الخارجية خلال لقائه المبعوث الأمريكي في الرياض أن الحكومة نفذت كامل التزاماتها بمجب شروط الهدنة وتعاملت بمسؤولية ومرونة مع الجهود المبذولة لتحقيق السلام رغبة منها في التخفيف من معاناة الشعب الناتجة عن العدون الحوثي بعد الإنقلاب المشؤوم على السلطة وأشار بالمبارك لأن جماعة الحوثي ما زالت مستمرة في تعنتها إزائي رفع الحصار عن مدينة تعز وفتح الطرقات في بقية المدن في البلاد طريق الموت اسم محلي يطلق على ما يعرف بنقيل ضمران القبيطة يمثل كابوسا لا بد من المسافرين إلى من وإلى مدينة تعز في ظل استمر الحصار لتفرضه ميليشي الحوثي الإرهابية على المدينة مشهد من مئات المشاهد التي تحدث هنا وبشكل يومي في نقيل ضمران القبيطة أو ما بات يعرف باسم طريق الموت في ظل تعنت الميليشيات الحوثية وعدم التزامها بفتح الطرقات وهو أحد بنود الهدنة المعلنة في الواحد من نيسان أبريل لهذا العام تتكدس الشاحنات والسيارات على طول الطريق الرابط بين محافظات عديدة فحادث واحد يعني توقف الطريق بالكامل ولساعات طويلة وربما لأيام في مشهد يوحي بمدى لؤم وعجرفة الميليشيات الحوثية واستمتعها بمعاناة المواطنين لا منتهى لمعاناة السائقين والمسافرين في هذا النقيل الذي يلتهم كل يوم المزيد من الأرواح والمزيد من الخسائر المادية بينما تمارس العصابات الحوثية هوايتها المفضلة في تعذيب المواطنين وتنغيص حياتهم من خلال إغلاق الطرقات وفرض الحصار وتحت سمع وبصر المجتمع الدولي والأمم المتحدة الرعية لاتفاق الهدنة التي ولدت ميتة كما يخبر بذلك هذا الطريق حصار حوثي ونزعة تشطيرية تتلاقى مع المشاريع التشطيرية جنوبا يؤدي إلى غلاء الأسعار وإنهاك القطاع الخاص وتدمير ما بقي من قدرة شرائية للسكان في المناطق غير المحررة إلى موضوع آخر حيث دفع صراع على الأموال والنفوذ قياديا في ميليشيا الحوث الإرهابية في محافظة إب على رفض قرار بعزله من منصبه في إدارة الهيئة العامة للأراضي والتخطيط العمرانية ضم تساعد بين النزاع داخل أجنحة الميليشيا مصادر مطلعة أشارت إلى صدور قرار بعزل قيادي في الميليشيا علي بن علي النوعة من منصب مدير هيئة الأراضي في محافظة إب وتعيين بديل له يدعى أكرم شرف الدين مطلع الشهر الجاري هذا وقات المصادر للنوعة الذي يشغل أيضا منصب وكيل المحافظة رفض قرار العزل متحججا بعدم قانونيته المصادر أشارت إلى أن قرار العزل ورفضه يندرج ضمن صراع بين الحوثيين من أبناء المحافظة والقادمين من خارجها وفي اليومين الماضيين شكل محافظ إب المعين من قبل الميليشيا عبد الواحد صلاح لجنة للإشراف على عملية استلام وتسليم بين المدير المعزول النوعة والمدير الجديد شرف الدين غير أن النوعة استمر على رفضه وفقا للمصادر أفاد أحد ضحايا الهجمات الحوثية على مأرب أن الميليشيا الإرهابية فجرت منزله وشقيقه بعد نهبها لمحتوياته في مدرية رحبة في محافظة مأرب وقال طالب دركم مخ خلال مؤتمر صحفي لمنظمة يمن رئيس للحقوق والتنمية إن الميليشيا حولت قريته إلى أشباح بعد أن هجرت ساكنيها وفجرت منازلها تم تدمير منزل أخي الأصغر أحمد سعيد دركم في مديري درحبة محافظة مأرب قراد وقبل التدمير تم نهب كل المحتويات التي بداخل البيت من قبل الحوثيين وفي تاريخ تسع وعشرين سبعة بنفس الشهر وبنفس العام تم تدمير منزلي هنا بعد أن نهبوا كل المحتوياته والمحتويات القرية التي بجوارها طبعا كان أثناء النهب الأسر كانت موجودة في المنازل وتم إجلاء أولا أحتمى الحوثي بالأسر وبالمنازل وبعد أن أجبر الناس على المغادرة ونهب الممتلكات المنازل وكلما تعني الكلمة وبعدين تم تفجيرها بطريقة المعتادة التي يفجر بها المنازل والبيوت ودور المرآب لذلك فجر حصم يحمل هوية تاريخية عمره أكثر من خمسمائة سنة وهذا نوع مهم جدا جدا في الآثار والتاريخ والحضارة لأنه الرسالة قديمة جدا وكان مشروعه هي عملية اجتثاث الهوية اجتثاث الهوية وفق المشروع المناطبة التي يعمل من أجله ومصر إداره كشف تقرير أصدرته الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين عن نزوح ما لا يقل عن تسعمائة وثمانية وأربعين أسرى خلال شهر أغسطس الفائت من مختلف محافظات البلاد وقالت الوحدة في تقرير حول تتبع النزوح في أغسطس إن من بين إجمالي عدد النازحين سبعمائة وخمسة وتسعين أسرى نزحت لأول مرة وجاءت محافظة مأرب الوجه الرئيسة لأغلب الأسر النازحة وبنسبة واحد واربعين في المائة ثلتها محافظة حجة وشبوة بنسبة ثلاثين في المائة لكل منهما فيما توجهت نسبة تسعة عشر في المائة من الأسر النازحة إلى محافظات تعز وأبيان وحضر موت والظالع وعدا ولا حجة كما رصدت الوحدة التنفيذية خلال نفس الفترة مغادرة ثلاثة واربعين أسرى مناطق نزوحها الحالية وعودت سبعمائة وثمانية أسرى إلى موطنها الأصلي تتفاقم الفوضى في أسواق الاستهلاك في مناطق سطرة مليشي الحوث الإرهابية بصورة غير مسبوقة مع الحدار المتواصل يوميا وأكبر حجما للتدهور المعيشي ما ينظر بتدهور أو بتكوين موجة اضطرابات اجتماعية في ظل عجز القوى الشرائية لغالبيات المواطنين تشهد الأسواق التموينية في مناطق سيطرة مليشي الحوث إضطرابا عميقا سهما في ضرب الاستقرار وأدى إلى مفاقمة معاناة المواطنين الذين يكتوون بنيران جنون الأسعر وترد الخدمات وانقطاع الرواتب وفرض الجبايات المالية وعلى الرغم من الثبات الوهمي لسعر الصرف لدى مناطق مليشي الحوث إلا أن الأسعار تكاد تكون مرتفعة بشكل جنوني تفوق المستوى العام للأسعار في مناطق الحكومة اليمنية وهو الأمر الذي يضحض المزاعم الحوثية المتكررة حول قدرتها في تثبيت سعر الصرف وفي ظل هكذا أوضاع أصبح الكثير من اليمنيين مجبرين على التعايش مع هذا الوضع المزري الذي أنتجته الحرب وسياسة مليشي الحوثي التدميرية لسيما العاملين بأجر يومي زهيد وتسجل المناطق الخاضعة لسيطرة مليشي الحوثي تدنيا في الأجور مقارنة بمناطق الحكومة الشرعية إلا أن الصعوبات المعيشية تلاحق الجميع في ضد ارتفاع الأسعار وترد الخدمات الأساسية ويشير تقرير إحصائي حديث إلى أنه من أجل استيعاب زيادة تكاليف المعيشة يجب أن ترتفع الأجور بمعدل خمسة أضعاف في مناطق سيطرة مليشي الحوثي وأكثر من ثلاثة أضعاف في مناطق الحكومة اليمنية لضمان قدرة العامل اليمني العادية على مواكبة ارتفاع الأسعار ويصد الناس هذه الفجوة في القدرة الشرعية من خلال العمل لساعة أطول والاقتراض من الأصدقاء والأقارب أو خفض الإنفاق على الضروريات مثل الطعام والخدمات الصحية ويحذر مسؤولون وخبراء اقتصاد من زيادة عدم الأمن الغذائي في اليمن وارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار الطاقة خصوصا المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية فكل ذلك مع تعدد الأزمات الاقتصادية والغذائية يمكن أن يؤدي إلى زيادة الاضطراب ورفع منسوب الفقر والجوع والبطلة إلى موضوع آخر حيث قالت الأمم المتحدة إلى الفيضانات التي ضربت مناطق شاسعة عبداليمن خلال الأشهر الماضية تسببت بتضرر عشرات الآلاف من النازحين وفقدان منازلهم وممتلكاتهم وأضاف التقرير الصادر عن صدوق الأمم المتحدة للسكان أن الفيضانات دمرت البنية التحتية الحيوية مما في ذلك الطرق ومصادر المياه ومراكز الرعية الصحية كما أشار إلى تضرر أكثر من ثلاثمائة شخص من الفيضانات نصفهم من النساء والفتيات وكثير منهم قد نزحوا بالفاعل عدة مرات وهم في حالة جسدية ونفسية ضعيفة هذا ورصدت تقارير محلية وفت أكثر من مائة شخص في مختلف محافظات البلاد خلال الفترة منذ منتصف يوديو وحتى الحادي والعاشلة من أغسطس الماضي منذ بدء المنقفض الجوي في بحر العرب على مكتب الصحة والسكان في تاعز تسجيل ما يقرب من ألفين إصابة جديدة بمرض حم الظنك في مدينة تاعز منذ مطلع أغسطس الماضي وقال تيسير السامعي نائب مدير الإعلام والتطقيف الصحي في المكتب قال إن عدد حالة الإصابة بوباء حم الظنك في مدينة تاعز بلغ ألفاً وثمانمائة وثلاثة وسبعين حالة منذ بداية شهر أغسطس الماضي وحتى الحادي عشر من سبتمبر وارتفى عدد حالات الإصابة بالمرض إلى خمسة ألاف ومائة وستة عشر حالة منذ بداية العام منها خمس حالات وفاة وحذر المسؤول الحكومي من أن حالات الإصابة في تزايد مستمر وقال إن هذا الأمر يحتاج إلى تدخل سريع من قبل السلطة المحلية أختمت في مدينة تاريم في محافظة حذر موت بطولة ألعاب القوى التي نظمها نادي الوحدة الرياضية بمشاركة أكثر من 450 مشاركاً وممثلاً للفرق الشعبية نتابع التفاصيل في سياق هذا التقرير بطولة مثيرة لألعاب القوى ضمت نحو 450 لاعباً يمثلون الأفريقة الشعبية التابعة لنادي الوحدة الرياضي في مدينة تاريم بحذر موت منافسات وفعاليات حققت بحسب القائمين على البطولة أرقاماً قياسية على المستوى الوطني في ألعاب القوى المختلفة اختلاف هذه البطولة أنها تقام على ثلاث فئات فئات الناشيين وفئات الشباب وفئات الكبار يلعب كل فئة أكثر من 13 لعبة 13 لعبة بينها الجارية التي هي 100 متر و200 متر و400 متر و800 متر و1500 متر و5000 متر أو 3000 أو 10 000 متر هذا في الجارية أما في الرامي فهناك ثلاث فعاليات رامي رمي الرمح دفع الجلة وتطويح القرص وفعاليات الوثب ثلاث فعاليات كذلك فعاليات الوثب الطويل والوثب العالي وكذلك الوثب الثلاثي طيلة ثلاثة أيام متواصلة تنافس ممثل 12 فريقاً شعبياً ضمن ثلاث فئات للناشئين والشباب وفئة الكبار مثلت بالنسبة لهم إعادة الثقة في قدراتهم الرياضية والتنافسية في مجالات ألعاب القوى التي يقولون إنها بحاجة لمزيد من الاهتمام أسوة ببقية الرياضات طبعاً إقامة البطولات تزيد اللاعب الثقة بأن يقدم أفضل ما عنده بحكم المنافسة الذي يدخل فائرة ضمن أجوة المنافسة وطبعاً نتمنى أن نتسمر بهذه البطولات قادمة لأوقات بإذن الله وأن يهتموا بناء الهات المعنية مثل هذه المواهب الشابة تطمح لأن تقدم مزيد من عندها أفرزت البطولة محصلاً تنافسياً مميزاً بين ممثل الفرق المشاركة حيث توجى بالمركز الأول ممثل فريق اتحاد النويدرة برصيد 14 ميدالية ذهبية وترك الوصافة لتحالف المحيضرة برصيد 11 ميدالية ذهبية وخلال البطولة تم فرز قائمة من اللاعبين المميزين ليتم اختيارهم ضمن قائمة النادي للمشاركات القادمة الداخلية والخارجية عبداللمومن يمن شباب حضر موت نيت أخبار التاسعة تابعتوا فيها مقتل ستة في تفجير دورية للانتقالية في أبيان والحراك يحيل فادي بعوم للتحقيق بعد ذهابه منفرداً للحوار مع الميليشي المدعومة إماراتياً لجنة دمج التشكيلات العسكرية تسلم تقريرها النهائي لرئيس مجلس القيادة والعرادة يؤكد التزام المجلس باستعادة الدولة كما تابعتم أيضاً تسجيل نحو ألفي إصابة بحم الظنك في مدينة تعيز خلال شهر ونصف إذا نشكر لكم ماطب المتابعة دمتم ودم الوطن بألف خير اشتركوا في القناة